خدع الطفل أبدالله طاهر عيسى لعملية جراحية قبل عدة سنوات وتحتاج هذه الأعملية لمتابعة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لذا تناشد أسرة الطفل أصحاب الأياد البيضاء بمساعدة الحسين النور الطفل أبدالله طاهر عيسى يؤد الإبن السادس من بين سمانية أبناء في أسرة أبدالله طاهر شاءت الأغدار أن يصاب بحزده منذ ولادته الشيء الذي ترك والده زويد دقل المحدود جل حمه لعناية بصحة ابنه المريض ولكن دون جدوى طاهر عيسى قال إن ابنه يعاني من هذا الداء منذ ولادته أولده في بطن أمك خلق الرباني اسمه مرض معتاسية يعني في بطن أمك ألاك خلقه بمرضه بعد ما ولده أدكاتل وصفه لي بقولك ولده إن دا مرضك في بطن أمك مرغو صوح في عام 2013 كفلت سيدة البلاد الأولى هند دي بإتنو نفقات إلاج هذا الطفل ونقله إلى دولة تونس لتلقي العلاج وفي المستشفى الذي أجرت فيه العملية للطفل عبدالله طاهر طلبوا الأطباء مراجاتي ومتابعة أحواله الصحية مستشفى المستشفى الآخدار المستشفى الآخدار سيعتقل ست أشهر دخلنا في أسخينر كان مرض دا كان نسيك كنترول مرات تاني نمشو والدكاتل نشاء دا بوقت ما كشفوا الوألوالد دا إن دا مرض حقا رشي ياشي يا قايت قدمنا الطلب وفي مير انفا فاشونبو كان نرجو مرات تاني لتونس وما لقين الجوام لكن شاءت الأقدار بأن تلقطع يد العونة للطفل أبد الله طاهر وأن والده لا يملك المال الكافي لمراجعة الطبيب الشيء الذي ترك أبد الله طاهر يعاني من المرض دون العلاج لذا طلب والد الطفل من سيدة البلاد الأولى حيند ديب إتنو مواصلة دعمها للطفل أبد الله طاهر وأنا نشكره سيدة الأولى شكرنا جواب بره مره قلبه طيب مره أيضا ممدودة بفعل الخير قلبه كبير للمساكين للفقراء وما زلنا نطلب منه ساعدنا بطان نرجو لتونس ومن هنا نضع جميع أصحاب النوايا الحسنة خاصة معسسة معسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى حيند ديب إتنو مساعدت مثل هذه الأسر الضيفة إن الله في عون عبده ما دام العبد في عون أخيه أكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتعبئة للكم ترجمة نانسي قنقر